اهلا بكم حضراتكم في تخطية جديدة بنستعرض من خلالها اهم الاخبار وبنبدأ من وزارة الخارجية المصرية حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري الى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال ونقل رسالة دعم ومؤاذرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الانسانية الراهنة وذلك بتكليف من السيد رئيس الجمهورية بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الزيارة تستهدف نقر رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين وذلك بعد كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري والذي ترك خسائر فادحة بكلت البلدين هذا ومن المنتظر أن يؤكد وزير خارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين وإن مصر حكومة وشعبا لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤاذرتها أشققها وننتقل إلى وزارة التضامن الاجتماعي وتقوم بتشكيل جان لتيسير صرف معاشات مارس اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول الشهر كما تستمر الوزارة اليوم في صرف معاشات فبراير الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الموعيد المحددة أما وزارة الصحة وسكان فتؤكد على أن مدة سريان شهادة فحص المقبلين على الزواج ستة أشهر من بدء إجراء الفحص الطبي ولا يمكن إجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج بالمراكز الطبية الخاصة وتجرى فقط بمراكز وزارة الصحة وتبعة وزارة الصحة والسكان عقوبة تزوير شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مدة لا تقل عن عشر سنوات حبس وعقوبة استخدامها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف المقبلين على زواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وذلك لإجراء الفحص الطبي منوها إلى ضرورة إجراء التحليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوم للحصول على نتائج التحليل أما رياضيا فسيقام الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مساء اليوم الاثنين لتوزيع جوائز الأفضل في العالم ذي باست العام 2022 وذلك في العاصمة الفرنسية فاريس لحضور نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم وتعتبر جائزة ذي باست هي جائزة سنوية يقدمها الفيفا للأفضل في عالم كرة القدم للعام المنتهي 2022 ويتم التقييم على الإنجازات التي لم تحققها خلال الفترة بين 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 وتشمل جوائز الفيفا في حفل الليلة 9 جوائز وهي أفضل لعبة وأفضل لعب أفضل مدرب للسيدات أفضل مدرب رجال أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى للرجال جائزة اللاعب النظيف وجائزة باشكش جائزة أفضل هدف في العام جائزة فيفا الجماهير ويتنافس على جائزة أفضل لعب في العالم النجم الأرجنتيني يونال ماستي وزميله في فريق باريس سنجار من الفرنسي كيلين المبي بالإضافة إلى كريم بنظيمة نجم ريال مدريد الأسباني ويسعى النجم الأرجنتيني ميسي للفوز بجائزة أفضل لعب في العالم من الفيفا للمرة ثانية في مسيرته أقراوية بعدما حصد الجائزة للمرة الأولى في عام 2019 خاصة بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاد ونحو التتويج بلقب بطولة كاس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر على حساب منتخب فرنسا وتشارك الجماهير في الاختيار من خلال استفتاء بالموقع الرسمي بنسبة 25% متساوية مع نسبة تصويت مدرب المنتخبات وقادة منتخبات العالم بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف الدول ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الفيفا وهي 25% لكل فئة ذي كانت أبرز الأخبار على الساحة بشكر خضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا في تخطيات أخرى على مدار اليوم وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة